بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولاً أشكر منتدى أسبار الدولي على إتاحة الفرصة لي بالمشاركة بقيادة الدكتور فهد والجهود والمباركة في هذا المنتدى أنا حبيت أركز على من خبرة متواضعة بعملي في جامعة أم القرى ثم جامعة الباحة ثم كلية الأمير محمد السلمان أعتقد أنه في ثلاث محاور أريد أن أركز عليها المحور الأول أن منطقة الراحة للأكاديميين والطلاب في الجامعات أن يكونوا أكثر في الجانب الأكاديمي وأنه يتواصل مع الصناعة والتجارة تخرج من هذه المنطقة في المقابل عالم الأعمال وعالم الصناعة والتجارة لا يريد أن ينتظر أن الجامعات تتحرك وتفتح أبوابها فأنا أعتقد هذه الفجوة التي حاصلها مهم أن نكثف الجهود هناك مبادرات ومراكز وأنشطة بدأت في الجامعات السعودية المختلفة في جامعة كاوست في جامعة البترول في جامعة أم القرى وباختصار كل ما استطعنا إيجاد محفزات للأكاديميين والطلاب لهذا التقارب بفهم الصناعة والتجارة في المملكة العربية السعودية ويساهموا في هذه التنمية الاقتصادية كل ما نجحنا أن نحول الابتكار إلى منتج أو خدمة جديدة تساهم في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية هذا المحور الأول وعشان هذا الشيء يتحقق أنا أعتقد أنه مهم جدا أن يكون هناك تحديث لنظام الجامعات ونعتقد أنه هناك ورش عمل واجتماعات ولقاءات لأن الوضع الراهن لأنظمة الجامعات لا تحفز عدو هيئة الدريس أنه يخرج عن منطقة الراحة ويتواصل مع الصناعة والتجارة والاقتصاد ويساهم في التنمية الأنظمة الحالية تركز على أنه يشتغل على أبحاث وابتكارات تساعده في ترقيته كعضو هيئة الدريس وأيضا الطالب يمكن أن يكون جزء من مشاريع التخرج ومشاريع اللي يكون عمل فيها فأعتقد أنه يحتاج أن نركز على ممكنات ومحفزات تساهم تساعد في تحديث الأنظمة لساعد لأنه موجة الابتكار التي يمكن أن تكون في الجامعات وفي التعليم العالي تتحول إلى منتجات وشركات ناشئة تساهم في التنمية الاقتصادية ويمكن في الحوار نركز على التفاصيل ثانيا مهم جدا التركيز على البرامج الممكنة أكثر من البرامج خلينا نقول لترفع الوعي وتشرح أهمية الابتكار فصار فيه موجة من الاهتمام بالإبداع والابتكار لكن حده الأخير أنه الإنجاز الأكبر أنه يسجل براءة اختراع ولا بحث نشير في مجرى العلمية المقبولة لكن هذا الموضوع يحتاج إلى ممكنات تحول إلى منتج أو شركة ناجئة والتحول التجاري هذا ما هو شيء جديد هذا ممارسة عالمية كل الجامعات المميزة في العالم حرصت أن تخلق برامج داخل الجامعات وبالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الحكومي تمكن المبدع والمبتكر من تحويل الابتكار والإبداع إلى منتج أو شركة ناشئة تساهم في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية من هذه الممكنات لا شك مسرعات وحضنات الأعمال التمويل وهذا مجدا مهم فالتنمويل نتكلم عن التمويل الذي هو في المراحل الأولية وما يسمى بالستيد فوندينج ثم طبعا المراحل المختلفة فسأعتقد فيه فجوة عندنا في البرامج التمويل للأفكار في البدايات عند تطوير النموذج الأولي لكن فيه على الطرف الآخر بدأت عندنا فيه أكثر من سبع صناديق استثمار جريء موجودة لكن الفجوة في النص ما فيه تمويل لها وهو لسه الفكرة في بداياتها كإبداع وابتكار لكن يحتاج أنه يطور نموذج العمل يحتاج الوصول إلى السوق يحتاج الوصول إلى المستثمرين هذه الفجوة تحتاج أن التمويل يكون من الجامعات والقطاع الحكومي والقطاع غير الربح لكي يغطي هذه الفجوة المهمة فهذه الموكنات منها كمان مهم جدا وأنا أرى هذه الفجوة موجودة وأعتقد أنه بدأت الجامعة تتحرك فيها كثير أنه مهم جدا مع التمويل والوصول للمستثمرين وأيضا وجود مقار مثل الحاضنات والمسرعات وأماكن للعمل للمبتكريين ومبدعين مهم جدا الوصول إلى المرشدين الفاعلين يساهم مواد ومنها أننا نحتاج أن الجامعة تفتح بوابها أن المرشد لمشروع ابتكاري يجب أن يكون من السوق وليس من الجامعة خاصا في الجانب لا علاقة بتطوير النموذج العمل والوصول إلى السوق أنا أعتقد أن أكتفع عشان الوقت أمتلك الفرصة للآخرين فالخلاصة أنه نحتاج برامج ممكنة أكثر من البرامج التي هي فيها نشر الثقافة وأهمية الإبداع وأهمية الابتكار أنا أعتقد أننا عدينا المرحلة هذه ونحتاج إلى برامج مكثفة في التمكين لأي مبدع أو مبتكر بالتمويل بالإرشاد وبوجود الأماكن مثل الحاضنات المسرعات أو أماكن العمل والإبداع والابتكار أو مراكز الابتكار والمشترك